شوفوا على المنظر نحطها بالصحن هادي كريمة الحليب وبتتقدم مع فنجان قهوة شوفتوا على المنظر هادي بتتقدم بهالطريقة بأفخم الفنادق والمطاعم بأوروبا شوفوا الطراوي بالضوب بالطم شي رائع مثل ما بيقولوا هاني بالإيطاليا ديليسيوزا يعني أكتر من طيبة هادي كيكي بونيشيما هادي كتير كتير بونيشيما بونجورنوا tutti بونجورنوا يا بلدي بونجورنوا لكل عربي وينما كان مثل ما كانوا شفين عطاولي اليوم رح أقدم لكم كيكة بالشوكولات من أهم وأشهر الكيكات المشهورة بالشوكولات بكل أوروبا اسمها ساكر تورتي هادي الوصفة نمساوية بالتحديد من العاصمة في فيينا اسمها ساكر نسبة للطباخ والحلوانة اللي اخترعها بسنة 1832 اسمه فرانس ساكر طبعا كل محلات الحلويات الأوروبية حتى العالمية بتسوية بس كل واحد له طريقته أنا اليوم رح أقدم لكم طريتي بعمل ساكر تورتي تابعوني لأقدم لكم الوصفة عندي 100 جرام شوكولات فيكن تستعملوا أي نوع شوكولات أهم شي نسبة الكاكوة تكون فيه مو أقل من 60% أنا هلا مثل ما كون شايفين على الغاز حاطي الطنجرة فيها ماء عم تغلي بدي حطن بطنجرة صغيرة ونحطن ندوبن بقلب الماء لعندو مايكرويف بيقدر يدوبون كمان بالمايكرويف منبلش منحركن شوي بالمعلقة لسه ما دابت مية بالمية لشوكولات بس هيك بيكفي هلا بس منحرك بالدوب لحالة أول شي راح أخفق الزبدة مع السكر هل شايفين راح أستخدم 90 جرام زبدة دايبة على درجة حرارة الغرفة راح حطن بقلب وعاء راح أستخدم 30 جرام سكر بودرة معلقتين معرمين أنا راح أستخدم الفانيليا الطبيعية فيكنت استخدم ربع مع الأصغيرة فانيليا بودرة أو نصف مع الأصغيرة أسانس الفانيليا هلأ منبلش منخفق فيهم راح حط رشة ملح مثل ما شفته صارت معنا تقريبا كريمة هلأ أنا في عندي أربع صفرات بيض راح أخفقهم هيك بس خفقة صغيرة ورح حطن على ثلاث دفعات راح حط أول دفعة برجع حط ثاني دفعة برجع حط آخر دفعة بدنا نخفق الخليط من مدة 8 ل 10 دقايق حتى ينتفخ معنا هذي من أهم المراحل لنجاح الوصفة بتجيبوا سباتولة بتحركوا الخليط حتى تتأكدوا أنه عم ينخلط كلياته بشكل متجانس مثل ما نكون شايفين ومنكفي خفقت هيك أنا خفقتهم لمدة تقريبا 8 دقايق مثل ما نكون شايفين هذي النتيجة اللي لازم تحصلوا عليها أنا عندي الشوكولاتة اللي دوبنيها على بانيو ماريا بالمي لازم تكون فترة ما لازم تكون باردة أحطها على الخليط هذي كمان مرحلة كتير همي لنجاح هذي الكاكيه ومنكفي خفقتهم لازم تكون فترة الشوكولاتة اللي دوبنيها ما لازم تكون باردة لأنه إذا بتكون شوي باردة دغرة بتجمد بتصير معنا شقف شوكولاتة بيني بقلب الخليط لازم يكون معنا مثل ما نكون شايفين الخليط بهالشكل هيدا لازم يكون كتير كرامة هذي كمان مرحلة كتير همي لنجاح هذي الكاكيه أنا في عندي بياض أربع بيضات رح حط شوية ملح منبلش خفق البياض البيض نخفق تقريبا لمدة دقيقة دقيقة ونص مثل ما شفتوا تقريبا خفقتوا لمدة دقيقة أنا في عندي مئة وعشرين جرام سكر بيطلعوا ست معالي أكبار رح حطهم على ثلاث دفعات حط أول دفعة حط داني دفعة بعد ثلاثين ثانية وبرجي أحط آخر دفعة مثل ما كون شايفين هاد النتيجة اللي لازم نحصل عليها ما يكون مخفوق كتير تقريبا سبعين بالمئة أنا العملية كلها أكلت معي تقريبا دقيقتين ونص ثلاثة منحط نص الكمية مثل ما كون شايفين كتير طري ما هو مخفوق كتير هاد من المراحل الهمة بنجاح هاد الوصفة بعد ما خلطناهن المليح هلأ ما نحط ما تبقم بياض البيض عندي تسعين جرام طحين زيرو زيرو الأفضل يكونوا ما يخولين تقريبا خمس معالي أكبار أنا رح حطهم على الخليط ورح أخلط ما كون شايفين هذا القوام اللي لازم نحصل عليه رح استعمل صينية قطرة 22 ناسان ندهنة منيح بالزبدة ما نحط شوي تطحين رح نزل الخليط بقلبه ندقه هيك على الطاولة مثل ما شفته بيطلع مننا كل الهواء الموجود هيك صرت عنده جاهزة رح قشوية بالفرن على حرارة 170 درجة لمدة 35 دقيقة كتنا نظل 35 دقيقة على 170 درجة لازم نطلعها من القالب وقت اللي بتكون الساعة شوي سخني هلأ أنا رح جيب بتجيبه أي صحن بتحطوه على الوجه وبتبرم الكيكة بالعكس هاده النتيجة اللي لازم نحصل عليها هلأ بنحضر القناج القناج مكوناته شوكولات وكريمة الحليب أنا متل ما كون شايفين في عندي طنجرة صغيرة رح حط خياة 170 جرام كريمة الحليب إذا ما في عندكن موجودة كريمة الحليب فيكن تستعملو 170 جرام حليب وتحطو 25 جرام زبدة هيك بنحصل على نسبة الدهون اللي لازم تكون موجودة بقلب الحليب هلأ رح حطوه على النار نصخنو حتى نغليه عندي 250 جرام شوكولات رح نستخدمه الوقت بتغلي معنا كريمة الحليب وعندي 250 جرام مربع المشمش أو معقود المشمش هلأ أنا عندي الكيكي صارت بردي هلأ رح أبدأ بطريقة العمل مثل ما كون شايفين بدنا نقطعه بالنص بتستعملوا سكينة من شار حاولوا بروموا الكيكي بها الطريقة شوفوا على المنظر كتير كتير طريقة هلأ منجيب سباتولة منحط تقريبا نص الكميه مثل ما كون شايفين هيك بها الطريقة ناخد القطعه التاني نقلبه ومنسكر فيها الكيكي هلأ بدنا نغطيه بطبقه كتير كتير رقيقه يعني مثل ما نكون شايفين نشتغل بها الطريقة بس حتى نغطي الوجه مثل ما نكون شايفين بتغطيه كمان الاحراف هذا الشكل اللي لازم نحصل عليه منجيب صينية عليها ورقة ومنجيب هذه الشبكة طبعا فيكن تشتغلوا حتى على الطاولة كمان إذا بدكن مناخد الكيكي منحطه على نص الشبكة مثل ما نكون شايفين كربة الحليب عم تغلي هلأ منطفه منشيله على جنب ومنحط 250 جرام شوكولات مباشرة فيها منجيب أي خفاءة يدوية منبلش تحريك فيهم حتى يدوب كتير مليح الشوكولات مثل ما نكون شايفين داب مباشرة هكي صار عنا القناج جاهز بالشوكولات أول شي على الحرف وبعدين بالنص بتجيبه سباتولة من مرأة تمريء بدون ما نكبس على وجه الكيكي بها الطريقة هلأ بس منحاول نعمل له هكي ضربتين بتجيبه تنتين سباتولة بتمرقوه تحت الكيكي منشيله للكيكي ومنحطه بالنص مثل ما كون شايفين عنا الكيكي جاهزة هيد الكيكي بتتقدم بها الطريقة الشغلة الوحيدة بتميزة عن غيرها لازم يكون مكتوب اسم الكيكي ساكر على الوجه بالنص هلأ صار وقت الدواء رح فرضيكم كيف بقدمها لهيد الكيكي أول شي حتى نقطعه بطريقة تكون مزبوطة مية بالمية أنا في عندي بريء في شوية مية سخنة رححطه هلأ على جنب الكيكي بعد ما خلناها بالبرات تقريبا شي ساعة زمان الشوكولات بيكون اس شوي هلأ حتى نقطعه بطريقة مزبوطة السكين بنحطه بقلب المية السخنة لحتى تسخن شوي بيصير تقطيع الشوكولات أسهل هلأ منقطعه بهالشكل رد بنحطه بقلب المية السخنة من نشفه ومنقطع تاني قطعه شوفوا على المنظر منحطه بهالطريقة بالصحن منقدم حد منا الكريمة فراش هادي كريمة الحليب وبتتقدم مع فنجان قهوة وإذا بدكن فيكن تحطوا رشة كاكاو على الكريمة فراش شوفتوا على المنظر هادي بتتقدم بهالطريقة بأفخم الفنادق والمطاعم بأوروبا شوفوا الطراوي هلأ راح دوقه هممم stab位 بتضوب الضوب هادي كاكا هاك كتير كتير طيبة كتير كتير فخمة هلأ راح دوقه مع مع الكريمة ممم شيء رائع كما ت Hour два يقولون representative بالإيطالي ديليسيوزا يعني أكثر من طيبة يعني ما بعرف شو بدي ألكن والواحد بيبلش من الصعب أنه يقدر يوقف شفتوا المعقود مع الشوكولات مع الكيكي الطرية بطريقة عجيبة يعني ما بعرف شو بدي ألكن إذا كيكي على الأكيد لازم لازم تجربوها هذه كيكي بونيسيما هذه كتير كتير بونيسيما كتير 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 طيبة آخر قطعة لازم تجربوها على الأكيد بونيسيما هذا صار وقت القهوة أوكي رح أشرب قهوة على مهلي بشوفكم فيديو جديد إذا عجبتكم الوصفي اشتركوا بقناتي وتابعوني حضني كبير إلى الكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة